الجملة الفعلية الفاعل الجملة الفعلية من أبسط أنواع الجمل وتتكون من عنصرين أساسيين هما الفعل والفاعل كأن نقول ركض سليم ركض فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره سليم فاعل مرفوع وعلامات رفعه الظم الظاهرة في آخره والفاعل يدل على من قام بالفعل ويأتي مرفوعا بعد الفعل المبني للمعلوم مثال ذهب الطلاب أكل الأطفال ويكون الفاعل إما اسما ظاهرا كقولنا نام الولد أو ظميرا متصلا وهو الظمير متصل بالفعل اتصالا مباشرا مثال ذلك مررت على الديار نعرب الفعل مررت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء تو ظمير متصل مبني على الظم في محل رفع فاعل وتعود على الفاعل أنا أو ظميرا مستترا وهو الظمير المختفي من الجملة الفعلية الظاهر في عملية الإعراب ويكون له تقدير بظمير منفصل مثل الفعل أركض يعرب على أنه فعل مذارع مرفوع وعلامة رفيه الظم الظاهرة في آخره والفاعل ذمير مستتر تقديره أنا التمرين الأول ضع سطرا تحت الفعل حل فصل الخريف هبت رياح قوية ارتوت الأرض تراكمت السحب في السماء دب الأمل والفرحة في نفوس الفلاحين نازلت أمطار غزيرة خرج عمي أحمد لتفقد حقله وزرعه الإجابة حل فصل الخريف هبت رياح قوية ارتوت الأرض تراكمت السحب في السماء دب الأمل والفرحة في نفوس الفلاحين نازلت أمطار غزيرة خرج عمي أحمد لتفقد حقله وزرعه التمرين الثاني أكون جملا تبدأ بفعل مستعينا بالعبارات التالية سعاد الخالة فاطمة صاحب الضيعة زينب وفائزة النحلة العاملة الإجابة سعاد ركبت سعاد سيارتها الخالة فاطمة سافرت الخالة فاطمة لزيارة قريبها صاحب الضيعة حمل صاحب الضيعة سناديق الغلال إلى سوق البلدة زينب وفائزة لعبت زينب وفائزة بالدمية النحلة العاملة نشيطة النحلة العاملة ودائمة الحركة التمرين الثالث أتأمل المشهد ثم أكون خمس جمل فعلية على الأقل وأربط بينها لأتحصل على نص الجمل النص الإجابة الجمل يجلس أفراد العائلة على شاطئ البحر افترشت بسط ملونة فتحت الأم السلال تقدم الأم الطعام للعائلة ينظر رامي لأمه في هدوء تطلب رانية الطعام من أمها قذت العائلة يوما ممتعا النص يجلس أفراد العائلة على شاطئ البحر وقد افترشوا بسط ملونة فتحت الأم السلال لتقدم الطعام إلى عائلتها وينظر رامي لأمه في هدوء منتظرا نصيبه من الأكل بينما تطلب رانية الطعام من أمها لشدة تظورها من الجوع قذت العائلة يوما ممتعا بين أمواج البحر وصفاء السماء ترجمة نانسي ق Scruccgg سلس ت ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قبل ترجمة نانسي قنقر